بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفرين الكاظم عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة لا يزال الكلام حول شرح وصية الإمام الكاظم سلام الله عليه لهشام بن الحكم حيث يقول له يا هشام أفضل ما يقتقرب به العبد إلى الله بعد المعرفة به الصلاة وبر الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر هذه أمور جعلها الإمام الكاظم سلام الله عليه في منزلة راتبية أولا أفضل شيء يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هي معرفته يجب عليه أن يعرف الله سبحانه وتعالى يعرف صفاته يعرف بأنه يعرفه ويوحده بالشكل الصحيح الذي طلبه الله سبحانه وتعالى فبعد المعرفة به هناك أمور أيضا تأتي إذا حصلها المؤمن واستطاع أن يكون ملما بها يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أولى تلك الأمور هي الصلاة تكون مقربة إلى الله سبحانه وتعالى ثانيا بر الوالدين وثالثا ترك الحسد ورابعا العجب يعني أن يعجب الإنسان بنفسه وخامسا هي الفخر بأن يتفاخر على غيره هذه أمور إذا استطاع المؤمن أن يشتنيها وأن يكون عارفا بالله سبحانه وتعالى ويكون توحيده عن معرفة سوف يكون من أفضل عباد الله سبحانه وتعالى قربا إليه ثم قال له يا هشام أصلح أيامك الذي هو أمامك فانظر أي يوم هو وأعد له الجواب فإنك موقوف ومسؤول هنا أيضا طلب الإمام الكاظم سلام الله عليه أن يحضر لكل يوم يمر عليه في هذه الحياة جوابا كما أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذه النعمة أنعم عليه بالعمر المديد هذا يحتاج من الإنسان المؤمن أن يحضر جوابا لله سبحانه وتعالى ما الذي اشتناه وما الذي فعله في هذا اليوم في هذه المدة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له في هذه الأربعة وعشرين ساعة ماذا عمله من أعمال صالحة من خير من بر يجب عليه أن يفكر الإنسان في كل يوم سيأتيه ما هو جدوى العمله؟ كما أنه يضع جدوى الأعمال لحياته اليومية ولدوامه ولوظيفته ولعمله يجب عليه أيضا أن يجعل جدوى الأعمال لآخرته أيضا يحدد بأنه في اليوم الفلاني سأقوم بكذا عمل خير في اليوم الفلاني أقوم بكذا عمل خير يضع جدوى لأعماله ثم يقول له وخذ موعظتك من الدهر وأهله يعني لا تختر بهذا الدهر انظر إلى من كان قبلك انظر من هم حولك الآن انظر ما هو مصيرهم وما هي العاقبة التي فعلها الله سبحانه وتعالى بهم إن كانوا أخيارا انظر إلى العاقبة الحسنة التي حصلوها في هذه الدنيا وإن كانوا أشرارا فانظر أيضا إلى عاقبتهم السيئة التي حصلوها في هذه الدنيا فإن الدهر طويلة قصيرة الدهر هي طويلة وهي قصيرة أيضا طويلة يعني أنها تكفي لأخذ العبر لا تقول بأنه أنا أعيش فيها أعواما قليلة أو أياما قليلة لا الدهر طويلة تستطيع أن تأخذ منها العبر تستطيع أن تأخذ منها الاعتبار ولكنها في نفس الوقت أيضا قصيرة تمر بسرعة تمر كأنها كفيء الضلال فإذن هذه الأمور وهذه العبار يجب عليك أن تعتبر بها لكي تستطيع أن تتجنب ما كان يفعله الأقوام السابقون وأن تستزيد من أعمالك الصالحة التي فعلها الأقوام السابقون أيضا فعمل كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمع في ذلك إذا قدمت على عمل خير إذا قدمت على عمل صالح انظر إلى ثواب هذا العمل اجعله في نصب عينيك اجعل نفسك كأنك استلمت هذه الجائزة استلمت هذا الثواب لهذا العمل هذا الأمر إذا فعلت ذلك وتخيلت الثواب سوف يكون لك حافز ومحفز لكي تعمل الأعمال الصالحة الكثيرة في المستقبل يكون بمثابة تجزيع لك واعقل عن الله وانظر في تصرف الدهر وأحواله فإنما هو آت من الدنيا كما أولى منها فاعتبر بها كما أن هناك أيام مستقبلية ستأتي عليك هي في بعض الأحيان وفي جنس هذه الأيام تشبه الأيام التي مضت عليك هذه الأيام التي تمر عليك في المستقبل إذا كتب الله سبحانه وتعالى لك العمر المديد ستجدها بأنها كما كانت في الماضي أي أنها تحتاج إلى مزيد من التوفيق مزيد من العزيمة تحتاج إلى إرادة للعمل الصالح بها فلا تختر بهذه الأيام التي جعلها الله سبحانه وتعالى لك في هذه الدنيا وقال علي بن الحسين عليه السلام إن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها وسهلها وجبلها عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله كفيء الظلال هذه الأرض وهذه الأيام وهذه البقاع الكبيرة والشاسعة وهذه الشمس التي تطلع عليها بكل ما تمتلكها الدنيا من مكونات هذه تكون بمنزلة فيء الظلال تمر بهذه السرعة تجنون بأنه في الشمس أو الإنسان الذي يجلس تحت الشمس تمر عليه الشمس كلحظات سريعة يكون الجو مشمسا ثم ينتقل إلى المكان الذي يعيش فيه أو المكان الذي يكون فيه وقال علي بن الحسين عليه السلام إن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها وسهلها وجبلها عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله كفيء الظلال كل ما جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من زينة من بار من بحر من شمس كل هذه الموجودات في هذه الأرض كل هذه الزينة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض تمر عليك يا ابن آدم كفيء الظلال كما أنك تكون جالسا في الشمس ثم تغرب عنك هذه الشمس كيف تنتقل وينتقل الجو من جو مشمس ويصبح فجأة جوا غائما ويكون في ظلال وتكون في ظلال كذلك الدنيا تكون هكذا ثم قال عليه السلام أولا حر يدع هذه اللماضة لأهلها يعني هذه اللماضة تأتي بمعنى باقي الطعام المتبقي من الطعام تسمى باللماضة الإمام السجاد عليه السلام يقول بأنه هل يوجد شخص حر غير معتنق لهذه الدنيا غير أسير لهذه الدنيا يدع هذه اللماضة ما تبقى من هذه الدنيا ومن زينتها ومن زخرفها يدعها لأهل الدنيا يقول لماذا فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها الإنسان الذي يريد أن يتحصل على الدنيا ويكون همه الشاغل في هذه الحياتي الدنيا فقط هذا سوف يضيع السبب الحقيقي الذي خلق من أجله وهو يريد أن يتحصل على الجنة هذا الثمن الحقيقي فالإمام السجاد عليه السلام بيّن بأنه الإنسان المؤمن الحقيقي يجب عليه أن يترك هذه اللماضة لأهل الدنيا حتى يشتغل بالثمن الحقيقي وهو الجنة فإنه من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالخسيس الإنسان الذي يرضى من هذه الحياة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له وأعطاه العمر فيها يرضى بهذه الدنيا يرضى بأن يعيشها متناعما فقط في هذه الدنيا ولا يفكر لآخرته ولا يعمل لآخرته هذا إنسان رضي بالخسيس من الثمن رضي بالشيء القليل بالشيء البخسي مقابل هذه الجنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له في الآخرة جعلنا الله وإياكم من العاملين للآخرة ومن الذين يرزقون شفاعة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فيها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين وطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر